السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن الآية الوحيدة التي في القرآن الكريم التي قدم فيها الله النفس عن المال هي الآية 111 في سورة التوبة حيث يقول إن الله اشترى من المؤمنين أعفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم دي الآية الوحيدة اللي هتلاقي فيها النفس تقدمت عن المال بخلاف كل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم كان دائما يأتي المال الأموال تأتي دائما قبل الأنف والله أعلم ترجمة نانسي قنقر